اشتركوا في القناة احنا حبينا نكون شركاء في هذا التحرك لإحياء الربيع العربي الربيع العربي يرى قدر محتوم وأنه ليس مناورة دولية كما يدعى راه إرادة الشعوب العربية اللي انتفضت ولكن قوى الردة بدءا من مصر وانتهاءا بتونس حاولت الالتفاف على هذه الثورة هو احنا طبعا في تارسل سلطة التحركات القاعدين نقوم بها للاحتجاج على الإجراءات غير الدستورية اللي اتخذها رئيس الدولة وعلى المصار السياسي الحالي وعلى الوضع الاجتماعي المتأزم اللي وصلت له البلاد وتزامنا مع دعوة عربية لمجموعة من التحركات لإعادة الأمل في الديمقراطية وأن الديمقراطية ممكن تمثل حل للشعوب العربية وتحت عنوان إحياء الربيع العربي جاء التحرك هذا لدعينا له اليوم فيها الإطار هذا وفي السياق هذا يسقط 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 ترجمة نانسي قنقر